بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة الإسكندرية والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتين تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي